الفنانة المصرية صابرين تفاجئ جمهورها بخلع الحجاب وتوضح قرارها بعد غيابها لعدة سنوات عن المجال الإعلامي فاجأت الفنانة المصرية صابرين جمهورها بنشر صورتين جديدتين على حسابها في موقع إنستغرام تظهرها ولأول مرة منذ أعوام دون حجاب أو باروكة وتفاعل عدد كبير من محبي الممثلة المصرية ومتابعيها متسائلين ما إذا كانت تخلت نهائيا عن الحجاب بعد أن ارتدته لسنوات طويلة حيث شاركت به في عدة أعمال فنية آخرها مسرسل فكرة بمليون جنيه مع الفنان الكوميدي علي ربيع وفيما اختلف المتابعون بين مرحب ومنتقد للمظهر الجديد لصابرين حرست الفنانة المصرية نشوى مصطفى على دعم الممثلة من خلال التعليق على إحدى الصورتين قائلة قمر يا صابرين تبارك الله زي ما أنت بالضبط أيام دورك في أبو العل البشري البنوت الجميل الطيوبة ولاحقا رفضت صابرين الانتقادات الموجهة إليها بعد خلعها الحجاب وقالت في أول تعليق بعد نشرها الصورة الجديدة في تصريحات نقلها موقع فوشيا المتخصص في شؤون المرأة إنها لم تكن محجبة من الأساس ووصفت نفسها بالمحتشمات فقط مشيرة إلى أنها تتعرض للانتقادات منذ فترة طويلة وأضافت أرفض الانتقادات ولكني في الوقت نفسه تعودت عليها منذ أن ظهرت بالباروك في مسلسل شيخ العرب همام مع النجم الكبير يحيى الفخراني وذلك بعد فترة من ارتداء الحجاب وتابعت صابرين مسألة ارتداء للحجاب أو خلعه تتعلق بي أنا وحدي الله فقط من سيحاسبني وليس أحدا من خلقه وظهرت صابرين في فعاليات علنية أخيرة مرتدية للباروكة بعد فترة طويلة من ارتداء الحجاب إلا أنها قررت على ما يبدو التخلي عنها أيضا وتستعد صابرين للعودة للأعمال الاستعراضية والغنائية مجددا من خلال مسلسل جديد ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر